أبو راجب سلام عليكم يا سيد أبو راجب السلام يا شيخنا عامل ايه؟ الله يحفظك الله يسترك والله يا شيخ أنا متزوجت ليا عشرين سنة الله يخلي ويحفظ يا رب الله يخليك ومنا أربعة أولاد الله أكبر وكنت مسافر وعادت ليا سنة من الصفر الله أكبر فحصل يعني مشاكل كده في فأخوتي يعني طلع على كلامه بس أنا ما شفتش حاجة يعني فحصل خلافات ورجحت جبتها تاني بس هي جاتلها يجبوا عندي بس في قبل الوقتي زي ما تقول هي يعني هي مستكبلها شوية فاعة عندي شوية كل شوية مشاكل كده يعني المشاكل ليه يا رب المشاكل ليه بس والله يا شيخ ما مشاكل انت صدقت عليها الكلام لا يعني عتبتها شوية طيب طيب كويس ايه تاني اتهمتها ولا عتبتها بس لا أنا حسبتها بش حسبتها يعني ايه اه عتبتها يعني بحيش ان أنا بسألك بما يرضي حلفتها يا حبي اه حسبتها يعني حسبتها عكتة انوية وحسبتها طيب اسمعني بس يا برجب حلفتلي على مصحفة يا برجب يا برجب حلفتها على اني اساس حال اللي اتهموها جاءوا بيبينها لا يعني اخواتي بسأل سؤال 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 بسأل مع أبو رجب خلاص كده والوقفة هنا لكل أبو رجب في بيتنا أولا بالراحة ولو يا سيدي صالح لو بييدك تمديلي الفصل شوية يمدوا بعد إذنك أنا بقول الكلام ده ليه لأن الكلام ده خاطر جدا أولا إحنا هنقيم أمر في عتاب مجرد العتاب أنا ما بقولش حساب مجرد العتاب هل جاءوا ببينة؟ مجاوش ببينة أنا ليه سألته هم مين اللي شافوها لأنه هو قال لتلاتة هم المفروض ما يكونش عندي تلاتة أنا المفروض يكون عندي أربعة من الشهود العدول الزكور طب لو ستات يبقى أنا عايز اتنين فاربعة تمانية يبقى أنا عايز تمانية وبشرط التمانية يشهادوا شهادة واحدة وبشرط التمانية ما يغيروش شهادتهم لو رجعت واحدة من هن من التمانية النساء أو من الأربعة الزكور رجع واحد بطل الكلام بل يجلدهم حد القسف مش بيستاهل إن أنا أقول فلانا دي كذا أو شفت على فلانا كذا أبداً الكلام دي عندكم في البيوت مش في الإسلام يستمي حرمة الإسلام يصون عرض المرأة يصون الأعراض عموماً العرض عند ربنا له حرمة كحرمة الكعبة بل أشد من حرمة الكعبة النبي اللي قال كده ما للمسلم ودامه وعرضه عند الله أشد حرمة من الكعبة المشرفة بحالها تخيل كده فعلشان نبدأ نسمع الكلام نجيب الله يشهده تمانية حريم واربعة رجالة عدول يعني عدول يعني لا مأسور عنهم الكذب ولا مأسور عنهم الغيبة ولا النميمة ولا ترك الصلاة واحدة ما بتصليش يا مولانا تستأمنها إزاي على دينك أو على بيتك أو على إرض مراتك تسمع منها إزاي إذا كان هي أفسادة العلاقة التي بينها وبين ربيها ده إذا كان في الآخرة الصلاة أول ما يحاسب عنها العبد مش كده فإن صلحة صلحة سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل والحاجة بيت ربنا دي إزاي رضيت أن تخوض في الإرض بلسانها إزاي يا سادة والأهم أنت ما حطتش ليه أن هؤلاء لا تقبل شهادتهم لأن في الغيرة وفي الضدية وفي الكيدية وفي العندية في حاجة كتيرة قوي ما تخلناش نسمع لهم خد بالك وبعدين تروح تحلفتها الحلفان التهام يا مولان الحلفان التهام يا مولان دي كرسة وأنت مستهتر أنت حركة حلفتها على المصحب بس لا يا حبيب ده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كله بيتكلم ما قدرش يواجه السيدة عائشة بالكلام حبا فيها مش جبني ولا خوف أبدا حبا فيها كل اللي قاله لك المتين إن كنت فعلت فتوبي وإن لم تكون فعلت فإن الله مبرئك بس لا حلفها ولا سألها ولا أي شيء خد بالك والكلام ده خطير جدا طيب لما يشهدوا بقى في الحالة دي نبدأ نقول البينا فين وفي الحالة دي نشوف بقى البينا دي صادقة ولا كاذبة والناس دي نصدقها ولا نكذبها وبعدين ولو واحد رجع كلهم يستحقوا القسف الباقي كله ياخد حد القسف في الإسلام يجلدوا لأن الأعراض مستهلة جماعة أبدا خالص الأعراض مستهلة احذروا الأعراض وتحسبونه هينه وهو عند الله عظيم أبو راجب توب إلى الله واستغفر ربنا وصالح زوجتك وقل لإخواتك يا ربي كونوا سمعيني توبوا إلى الله حتى لو أنتم صادقين توبوا لأن أنتم ما اكتملش عددكم خدوا بالكم الكلام ده كويس ما اكتملش العدد التي تقوم به البينة ولا تقوم به الحجة وإن كنتم كاذبين فتوبوا إلى الله واستغفروه وروحوا بوسوا قديها ورجلها وقلوا لها سمحينا قبل أن تأتون بين يدي الله سبحانه وتعالى وساعتها مش هيبقى فيه مغفرة ولا فيه سماح لأن ربنا مش هيعفو بحق العبد إلا أن يعفو صاحب الحق لازم صاحب الحق الوحد هو اللي يعفو موسيقى